أعزائي طالبة الصف الثالث السنوي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء نحن في حلقات السابقة كنا اتكلمنا في مادة الاستاتيكا طبعا مادة الاستاتيكا دي جزء من مادة الديناميكا الميكانيكا طبعا بتنقصب إلى استاتيكا وديناميكا ورقة الاستاتيكا عليها 30 درجة ورقة الديناميكا عليها 30 درجة لبأ إذن مادة الميكانيكا دي من 60 درج حيثiene اتكلموا عن الاحتكاك في السلاطين على الاحتكاك وانا تأتي على أي تشباً سوف نستخدم الذي يمكنه بأنك العظوم فكت بقول العزوم حوالي مساوي متجه ضرب قاف وعرفنا حتا مهمة جدا إذا كان العزوم حواليエPL ketemos windows Savings but if the would be 0 with 0 of 0 by cantidad وعين مجموعة يمينية تجهد اتجاهي وليس ضرب قياسي فهو تعرف بأنه يساوي المتجه العين وكتب بأن الحيانية في السيان ومتجه عين يجب أن يديني حين يديني حين وعين يديني حين لو مشيت في عكس الاتجاه. بغير الإشارة. يبدو عرف أن ألف ضرب اتجاهي. هنا بيسوي ألف به جاه في متجه الوحدة العمودي. لكن ألف ضرب اتجاهي لا تساوي به ضرب اتجاهي الألف. ألف ضرب أتجاهي الـ. كانت دوران هنا موجب. يبدو واضح هنا أن ألف ضرب اتجاهي بها لا تساوي به ضرب اتجاهي الألف. وعرفنا هنا أزا كنت عايزةاجيب البعض بين نقطة ألف وخط عمل قاف. فبقول هنا لام اللي هو بيسوي معيار العزم على معيار القوة والنهاردة هنرحب بالأستاذ عاطف وهدينا مجموعة جديدة من الأفكار على العزوم أهلا بيك أستاذ عاطف طبعا أنت مجهزنينا مجموعة جديدة وأفكار جديدة عن العزوم متفضل أهلا بيك أستاذ ماهر أهلا بيك أبناء وبنائي وبنائتي طالبة السنوات العامة طبعا زي ما استفضل أستاذ ماهر وقال لنا أن احنا خدنا العزوم بدأنا في العزوم وعرفنا الضرب القياسي وعرفنا الضرب الاتجاهي وعرفنا الفرق بينهم الاتنين سواء كان فيه شرط توازي أو شرط تعامل لمتجهين وعرفنا كمان يعني إيه مركبة جبرية للمتجهة ألف الاتجاه المتجه به وعرفنا يعني إيه ضرب قياسي ألف ضرب قياسي به وبه ضرب قياسي ألف الاتنين متساويين ألف ضرب اتجاهي به غير به ضرب اتجاهي ألف هتساويه بعكس الإشارة كمان خدنا عزم القوة حول نقطة النهاردة بقى هنشوف كده مع بعض بعض التمرين اللي احنا كنا شرحنا زيها وهنقول برضو حاجات في الضرب القياسي والضرب التجاهي مسائل على اساس ان احنا برضو نطقن شوية كمان خواص الضرب القياسي والضرب التجاهي قبل من استكمل مع بعض بقية المسائل اللي على عزم قوة حول نقطة اللي هو موضوع متجة عزم قوة حول نقطة طيب نشوف الاول كده بيقول لي ايه فيه مثال هنا بيقول لي اذا كان الف يسوي كاف في اتجاه سين نقص ثلاثة في اتجاه صاد وبه بتسوي سين زائد كاف في اتجاه صاد وكان الف ضرب اتجاهي بيسوي ستة في اتجاه عين طبعا هنعرفين ان عين ده اللي هو متجة العمودي على كل من الف وبه اوجد قيمة كاف طبعا هنا هو مديني الف ضرب اتجاهي بيسوي كام ستة فهم انا كمان اجيب الف ضرب اتجاهي بيه من المعطياتي لفوق طيب هسويها طبعا بستة انا عندي الف بتسوي كام كاف في اتجاه سين نقص ثلاثة في اتجاه صاد فباروح ايلي بقى الف هتسوي كاف وسالة ثلاثة وبه بتسوي سين زائد كاف صاد يعني ممكن اقول له ان بيه بتسوي معامل سين هنا واحد ومعامل صاد كاف هجيب الف ضرب اتجاهي بيه بتسوي ايه ادي كاف وسالة ثلاثة ضرب اتجاهي واحد وكاف الكلام ده كله قالب يسوي ستة في اتجاه عين طب لو انا ضربت بقى هنا بضرب طبعا انطرافين في بعض كافي كافي بقى كاف تربيع وبعدين سالب واحد في سالة ثلاثة يبقى موجب ثلاثة كل ده في اتجاه عين الكلام ده كله بيسوي مين ستة في اتجاه عين طبعا متجاه عين مع المتجاه عين يبقى عندي هنا كاف تربيع زائد ثلاثة هيساوي ستة نطلع الثلاثة دي بره بعكس الاشارة يبقى كاف تربيع تساوي ستة نقص ثلاثة ثلاثة خد الجزر التربيعي يبقى كافها تساوي موجب او سالب جزر تلتة انا كده جبت قيمة كاف لانه هو كان مديني الضرب الاتجاهي بيسوي ستة في اتجاعين رجع بعد كده قال لي في المسألة كمان فيه مطلوب تاني بيقول لي ايه ثم موجد قياس الزاوية المحصورة بين الف وبين عايزين الزاوية المحصورة بينهم بتسوي كام يبقى معنى كده ان انا هجيب الزاوية المحصورة عن طريق الضرب الاتجاهي نرجع تاني الضرب الاتجاهي كان بيسوي ايه كان عندي هنا الف ضرب الاتجاهي بيسوي معيار الف في معيار ب خد بالك ضرب الاتجاهي يبقى جاه مين هي دي ايه الزاوية بين المتجهين الف وبين طيب انا ما جبتش معيار الف هو كان مديني الف بتساوي احنا كنا جبناها الكاف كانت بموجب او سالب جزر تلاتة فلو انا خدتها مثلا موجب جزر تلاتة يبقى انت عندك الف تساوي جزر تلاتة في اتجاه سين ناقص تلاتة في اتجاه صاد سواء كان موجب او سالب معيار الف يسوي ايه جزر تربيعي لمربع سين يبقى سواء كان موجب او سالب هيطلع بالموجب يبقى تلاتة زائد مربع الصاد اللي هو تسعة يبقى هيسوي كام جزر اتناشر اللي هي اتنين جزر تلاتة معيار به هيسوي كام انا برضو جبت البي به كانت بتسوي كام كانت واحد وكاف يبقى واحد وموجب او سالب جزر تلاتة يبقى انت عندك هنا المعيار به يسوي الجزر التربيعي مربع سين اللي هو واحد زائد مربع الصاد سواء كان موجب او سالب التربيع هيديني ايه كله بالموجب يبقى تلاتة هيسوي كام ده كله اتنين اللي هو هزائد تلاتة اربعة جزر اتنين طيب نيجي نطبق هنا بقى أنا عندي ألف ضرب اتجاه به كان بيساوي 6 أنا أخذ الأيه الكمية القياس الجبري 6 بيساوي معيار ألف 2 جزر 3 معيار ب 2 جاه أنا عايز جاه هأسي مع الأربعة جزر 3 هنا وهنا فطبعا كل ده اختصر مع أربعة جزر 3 نيجي نختصر 6 على أربعة جزر 3 يطلع هنا على 2 فيها 2 2 فيها 3 بقى جزر 3 على 2 يبقى عندك هنا جاه هتساوي جزر 3 على 2 مين الزاوية اللي جيبها جزر 3 على 2 طبعا احنا عارفين كلنا ان في الربع الاول كل الدوال مجابة في الربع التاني عندي هنا الجاه فقط هي المجابة طبعا عندي هنا جاه مجابة يعني بتساوي كمية مجابة يبقى اما تكون حدة او منفرجة لو زاوية حد بعمل شفت صين تطلع زاوية هي بتساوي 60 درجة اما لو كانت زاوية منفرجة يبقى هناها أولا 180 ناقص 60 تبقى هي بتساوي 120 درجة يبقى دي زاوية بين المتجهين ألف وبي يبقى احنا شفنا كده الوقتي الضرب القياء الاتجاهي انا عملتي فيه ازاي ألف ضرب اتجاهي به شفنا انه بضرب البعيد في البعيد سين في صاد ناقص صاد في سين وجبت منها قيمة كاف بعد كده استخدمت اللي هو الضرب الاتجاهي تاني اللي هو كان بيساوي معيار ألف في معيار بيه جاء الزاوية المخصورة بينهم وعوضت واشتغلت بالتعويض بتاع معيار ألف وجبنا معيار بيه وعوضنا طلعنا جاهي بيساوي جزر ثلاثة على اتنين طبعا جزر ثلاثة على اتنين ده كمية مجابة لازم تحط للاحتمالات بتاعتها كلها اللي هي ايه اما تقع في الربع الاول يعني زاوية حدة او تقع في الربع التاني تبقى زاوية منفرجة لو زاوية حدة هتطلع اللي هي على الآلة على طول شفت صين جزر ثلاثة على اتنين تطلع كام ستين اما لو هي زاوية منفرجة بتبقى قبل المية وتمانين فبتقول مية وتمانين ناقص الزاوية اللي طلعت تطلع معاك كام مية وعشرين درجة اي حاجة دار يا سيد مهر لا تمام كده يبقى هنا نقطتين مهمين جدنا هنا اولا ألف ضرب اتجاه البيه بتساوي ممكن اكتب المتجهة ألف كزوج مرتب والمتجهة بيه كزوج مرتب والحصل ضرب الطرفين ناقص حصل ضرب الوسطين في متجه الوحدة العمودي اللي بفرضه متجه ايه او ايه يبقى هنا مدام هنا سين وصاد يبقى المتجه الوحدة العمودي هو المتجه ايه يبقى هنا في الحالة الاولى طلعت قيمة كاف فطلعت قيمة كاف بقمتين كاف بطلعت بزايد او ناقص جزر ثلاثة النقطة الثانية طلب هنا قياس الزاوية بين المتجهين ألف وبيه فانا عندي هنا ألف ضرب اتجاه البيه بتساوي ايه معيار المتجهة ألف طبعا هو اداني ان هنا حصل الضرب الاتجاهي بيساوي ستة متجه عين طبعا عندي معيار الف بجيبها بالجزر التربيع لسين تربيع زائد صد تربيع واجيب معيار به اللي هي برضو الجزر التربيع لسين تربيع زائد صد تربيع في جاهه ومن هنا طبعا متجه هين هيروح مع متجه هين وقدتني جاهه طلعت بجزر ثلاثة على اثنين يلما في الحلقة دي خياس هي هي اما بيكون ستين درجة اما مية وعشر درجة نقطة مهمة جدا بسألة فيها فكرة كويسة غطت النقطتين المهمين في حصل الضرب بالاتجاه هنشوف فجرة تانية مع الصد عاطف تفضل الصد عاطف بيقول لي تاني هنا في المثال التاني بيقول لي ايه اذا كان الف وب وجيم سلاسة متجهات وحدة خد بالك من كلمة متجهات وحدة دي احنا قلنا قبل كده متجه وحدة معناه ان معياره يساوي واحد اللي هي وحدة القياس بحيث كان القياس الزور بين المتجهين الف وب بيساوي قياس الزور بين المتجهين الف ضرب اتجاه به ده هو اعتبره كمتجه سائل وحده وبعدين جيم ده متجه تاني اللي الزور بين الف وب هي نفس الزور بين الف ضرب اتجاه به وجيم اللي هو كام هي يبقى قياس الزور بين كل زوج بيساوي كام هي اسبت ان الف ضرب اتجاه به ضرب قياسي جيم يساوي نص جاة اتنين هي برضو مسألة فيها فكرة ونركز كده مع بعض ونشوفها نحلها ازاي اولا قال لي الف وبي بينهما زاوية هي بينهم زاوية اسمها ايه هي جيبه لو انا جت قلت هنا الف ضرب اتجاهي ب هيسوي ايه معيار الف في معيار ب الضرب اتجاهي بياخد جاه طيب هو قال لي هنا معيار الف هي كلها متجهات وحدة ادي متجهة الف متجهة بي ادي متجهات وحدة انا مايرها بيسوي كام واحد يبقى يسوي واحد في واحد جاه يبقى يسوي مين جاه ادي اول حاجة رجع قال لي تاني ان المتجه الف ضرب اتجاهي به ده كمتجه والمتجه جيم بينهما برضو زاوية اسمها هي هو عايز بقى ايه الف ضرب اتجاهي به كمتجه ضرب قياسي جيم طيب الكلام ده بيسوي ايه قال لي بيسوي معيار الف ضرب اتجاهي به اهو في معيار جيم وبعدين في الضرب القياسي باخد ايه جتا الزاوية اللي بينهم اللي هي مين هي طبعا عندي هنا الف ضرب اتجاهي به اللي هو هنا ده معياره هيسوي قيمة جاه انت عندك معيار الف واحد معيار به واحد يبقى القيمة المجابة او المطلقة بتاعتنا كام او الكيمية القياسية هتسوي جاهي يبقى الكلام ده بيسوي جاه معيار جيم بكام برضو ده متجه وحدة بقى معيار واحد يبقى ما فيش قدامي اللي مين جتاهي يبقى الضرب ده كله طلع جاهي جتاهي طبعا انت هنا عندك كان من سنة تانية كان فيه معلومة بتقول لي ايه نشوفها على جنب كده كان بيقول لي انا عندي جا اتنين الف بيسوي اتنين جا ألف جتا ألف ده كان قانون في سنة تانية في المثلثات طب هنا ما فيش اتنين يبقى انا عندي ممكن يبقى نص جا تنين الف هيسوي جا ألف جتا ألف يبقى هنا كده جا ألف جتا ألف بس بيسوي نص جا تنين ألف طب ما انا عندي هو جاهي جتاهي هيسوي ايه قالك بيسوي نص جا اتنين يبقى انا ممكن اكتب الكلام ده بيساوي نص جا اتنين هي اللي هو الف ضرب اتجاه به ضرب قياسي جيم تعال اشوف كده وكان عايزي بيقول لي اسبت ان الف ضرب اتجاه به ضرب قياسي جيم بيساوي نص جاه اتنين هي فعلا طلعنا المطلوب اللي هو عايزه وعملية بسيطة جدا يبقى اخذ ده لك تاني هو اعتبر الف ضرب اتجاه به ده متجه وجيم متجه تاني الزاوية بينهم هي هاضربهم ضرب قياسي بمعيار الاول في معيار التاني جت الزاوية اللي بينهم لكن الف ضرب اتجاه به من البداية كان معيار الف في معيار به جاء الزاوية اللي بينهم اللي برضه اسماه واخد بالك لما يجي قول لي متجهات وحدة يعني متجهات معيارها يساوي الواحد الصحيح برضه نشوف حاجة على الكلام ده تاني بولي اذا كان ايه المتجه وحدة عمودي على كل من الف وبيه وكان معيار الف يساوي تلاتين ومعيار به يساوي تمنتاشر وكان المسقط الجبري للمتجه الف في اتجاه المتجه بيه بيساوي خمستاشر اوجد الف ضرب باتجاهي بيه اه طيب احنا عايزين كده برضه نفتكر طبعا كلمة معيار احنا شفناها لكن ايه كلمة المسقط الجبري احنا من المرة اللي فاتت نشوف تاني نفتكرها كانت ازاي لما اجا اقول لك هنا الف وبيه متجهين انا عايز المسقط الجبري للمتجه الف في اتجاه بيه ده بيساوي ايه المسقط الجبري المتجه الف في اتجاه المتجه بيه بيساوي الف ضرب قياسي بيه على معيار بيه يبقى دايما المسقط الجبري المتجه الاول في اتجاه المتجه التاني خد بالك يبقى الف ضرب قياسي بيه على معيار التاني اللي هو بيه ماشي وايه كمان وقال لي كمان ان المسقط الجبري للمتجه الف في اتجاه بيه هيساوي ايه قال لك بيساوي معيار الف في جتة الزاوية اللي بينهم هي هتقول لي دي جت منين هفكرك بالتحليل بتاع سنة تانية وكان عندي كده وانها برضو المرة اللي فاتت لما حب اجيب مركبة القوة قاف في اتجاه المحور ده اللي هو السينات او في اتجاه المتجه به لو انا قلت ده اتجاه به هيساوي ايه قال لي طب هي الزاوية هنا اسمها ايه اقول له اسمها ايه طب مش انت عندك المركبة انت عايز تجيبها في اتجاه البه اللي هي مجاور اللي هي انا عندي كلمة مجاور دي دايما بتفكرني بجتها يبقى المركبة هنا مركبة قاف في اتجاه به اسمها ايه قاف جتها ايه قاف جتها دي اسمها المركبة الجبرية او المسقط الجبري للمتجه قاف في اتجاه مين ده كنت بقوله في اتجاه السينات لما كنت بقولك حل القوة قاف في اتجاه السينات يعني في اتجاه محور سين طب هنا بقولها لك في اتجاه به لو متجه به يبقى قاف جتها طبعا هنا قاف هاخد المعيار بتاعها طيب أنا عندي هنا لوقتي كده إيه المسقط الجبري له قيمة ودي قيمة تانية أستخدم مين فيهم تعال أشوفهم يديني إيه هنا بقول لي إيه معيار ألف تلاتين ومعيار به كام 18 والمسقط الجبري بيسوي كام 15 يبقى معنا كده أنه بيستخدم المعيار طيب نعملها إزاي بقى ها أنا عندي هنا مين هتقول لي طب ألف ضرب قياسي به طب وألف ضرب قياسي به دي هتسوي إيه ها حد يفتكر مش كنا قيلين ألف ضرب قياسي به بتسوي معيار ألف في معيار به ها في جتة الزاوية اللي بينهم طيب ماشي يبقى معيار ألف معيار به جتة الزاوية اللي بينهم طب ما تستخدم دي هتقول لي بس أنا ما عنديش ألف ضرب قياسي به هقول لك استخدمها من هنا تعال شوف كده نعملها ازاي انا عندي في الاول هقول المسقط الجابري اللي هو المركبة الجابرية بتساوي خمس طيب اضرط طرفين وسطين كده يبقى عندك هنا الف ضرب قياسي بيه في واحد تبقى الف ضرب قياسي بيه هيساوي خمستاشر في معيار البيه اللي بكام بطمانتاشر ادهي الف ضرب قياسي بيه تعال بقى شوف لديه الف ضرب قياسي بيه كانت بتساوي ايه هقوله الف ضرب قياسي بيه كانت بتساوي معيار الف في معيار بيه في جتا الزاوية اللي بينهم اللي سميها ايه ه ماشي عوض الف ضرب قياسي بيه اللي هي خمستاشر فيه طمانتاشر ماشي معيار الف هو اللي في المسألة انها بتلاتين في معيار بيه بطمانتاشر جتا ه اصبح عندك المجهول هنا مين جتا ه اختصر كده 18 مع 18 اقسم على 30 تطلع لي جتا هي بتسوي كام 15 على 30 يعني كام نص مين ازاول جتا بتاعتها نص طبعا دي جتا هنا مجابة يبقى زاوية 60 يبقى هي بتسوي كام 60 درجة طبعا انا كده جبت زاوية هي بعد دي هتعمل ايه واحد يقول لي طب ليه اللفة دي كلها طب ما انا كان ممكن اعملها من الاول ان المسقط الجبري اللي هو مدهولي ب15 مش كده برضو اهي مش انت عملت قلت لي المسقط الجبري بس انا قصدت اعمل الخطوة الطويلة دي عشان اعرفك ان انا ممكن اجيب الضرب القياسي واشتغل به لكن لو انت عايز تشتغل على طول المسقط الجبري كام بيساوي معيار الف جتا هي عوض على طول معيار المسقط الجبري كام 15 معيار الف كام 30 جتا هي طلع على طول هي ايه اسم على 30 يبقى جت هي بكام بتسوي نص انا بعرفك اللي هي الطويلة الاول عشان لو قلت لك دي مش هتعرف التانية مش هتحاول تفكر في التانية فانا بقول لك الطويلة الاول وبعد كده اقول لك الحل القصير طيب عندي جت هي بتسوي نص يبقى هي بتسوي كام 60 تعال بقى شوفه عايز ايه بيقول لي ايه وجد الف ضرب اتجاه به طيب الف ضرب اتجاه به يسوي ايه معيار الف بدون علامات يبقى كده خلاص ده معيار في معيار به ها جاه عوض ده اللي نعايزه يساوي معيار الف بكام 30 معيار به 18 جاه يعني جاه 60 بكام بجزر 3 على 2 اختصر الكلام ده كده كله دي معدي فيها 9 يبقى يساوي 270 جزر 3 يبقى الف ضرب اتجاه به بيساوي الكلام ده يا ترى كده خلاص ممكن اقول له بقى ده على اعتبار ان دي كمية متجهة يبقى كل الكلام ده في اتجاه مين المتجه يه اللي هو قال لك ده متجه عمودي على كل من الف و ب يبقى احنا شفنا كده لما اجيب لي مسقط جابري ومعيار ازاي اجيب منه الضرب الاتجاهي كان ممكن اجيب الضرب القياسي وبعد كده اجيب يعني انا بعرفك ان انا ممكن من الضرب القياسي اجيب الضرب الاتجاهي والعكس صحيح من الضرب الاتجاهي تجيب الضرب القياسي كله بمعلومية مين المعيار والزاوية اللي بينه تعرف معيار المنتجه هو الضاوية خلاص تقدر تجيب الضرب القياسي الضرب الاتجاهي المركبة الجابرية المركبة الاتجاهية زي ما انت عايز اي اضافة دي عليها سيد مهد يبقى هنا نخلي بالنع المسقط الجابري اللي المنتجه الف في اتجاه به يبقى هنا بقول انها الف جتة هي طبعا هو قديني قيمة الف جتة هي من الدهاني كان بخمستاشر ومديني معيار الف بتلاتين يبقى قدرت اجيب جتة هي جتة هي بتساوي خمستاشر على ثلاتين اللي هي بتديني نص وطبعا ايه الزاوية اللي جبت تمامها نص اللي هي ايه ستين درجة بعد كده استفدت من الزاوية ستين وجبت حصل الضرب الاتجاهي لالف ضرب اتجاه البي اما اقول الف ضرب اتجاه البي يبقى ضروري اقول انها الف بي جاه ايه في متجاه الوحدة لكن لو قال معيار الف ضرب اتجاه البي يبقى كنت هقول هنا معيار الف ضرب اتجاه البي بيتساوي الف جاه طبعا هنا عندي معيار الف وعندي معيار به كان معيار الف كان بتلاتين ومعيار به بطمانتاشر وانا عرفت ان الزاوية هي اللي هي بستين جاستين بجزر ثلاثة على اتنين يبقى قدرت حاصل الضرب الاتجاه الالف بي طلعت عندي مئتين وسبعين جزر ثلاثة في متجاه الوحدة العمودي هنشوف فكرة جديدة مع الصهوز عاطف اتفضل الصهوز طيب نعكس المسألة بقى 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 المسألتين هم جمع بعض نعكس المسألة بيقول لي هنا ايه اذا كان معيار الف يساوي احداشر اثنين من عشر ومعيار به خمستاشر والف ضرب اتجاه به بيساوي اربعة وثمانين جزر ثلاثة في اتجاه المتجاه ايه وجد الف ضرب قياس به ايه ده يعني مديني المعيار والضرب الاتجاه وعايز الضرب القياس شفت بقى زي ما قلت لك انا ان انا ممكن من ضرب القياس اجيب ضرب الاتجاه بالعكس صحيح طيب انا عندي هنا ضرب الاتجاه معلوم يبقى لازم تستخدم فكرة ايه هقوله بما ان الف ضرب الاتجاه به بيساوي معيار الف في معيار به جاء الزاوية اللي بينهم ارجع عوض المعيار هنا بيساوي كام اربعة وتمانين جزر ثلاثة بيساوي معيار الف حداشر واتنين من عشر في معيار بيه اللي هو خمستاشر جاه ده المجهول هقسم على اربعة على حداشر واتنين من عشر في خمستاشر وهنا حداشر واتنين من عشر في خمستاشر طبعا كل ده بيختصر هتطلع لديد جزر ثلاثة على اتنين يبقى جاه هتساوي جزر ثلاثة على اتنين مين الزاوية اللي جيبها جزر ثلاثة على اتنين هتقولي ده جاء ممكن تكون زاوية حادة ممكن تكون منفرجة يبقى هقوله هنا زاوية هيه بتساوي اما انها ستين او بتساوي مية وعشرين درجة كده جبت زاوية هيه انا عندي المعيار خلاص عايز هو الف ضرب اتجاهي به ايه ضرب قياسي معلش قاسم ضرب قياسي به هيساوي ايه معيار الف في معيار ب قياسي بقى جتا هستخدم مرة جتا هي على اعتبار انها ستين واستخدم مرة المية وعشرين يبقى بيساوي الف عندي معيارها بكام بحد عشر واثنين من عشر به معيارها كام بخمست عشر جتا ستين اللي هو بنص اختصر تطلع مين الف ضرب قياسي به مرة تانية هستخدم جتا مية وعشرين اللي هو بيساوي سالب نص اطلع القيمة التانية حداشر نين من عشر في خمستاشر في سالب نص يساوي كمية تانية اطلع قياسية انا كده جبتي ايه الف ضرب قياسي به ده مش عايز كده وبس ده بيقول لي كمان ايه ايه وجد المركبة الجابرية للمتجه الف في اتجاه به خد بالك المركبة الجابرية اللي هي المسقط الجابري المسألة عكسية للي فوقيها عايز المسقط الجابري للمتجه الف في اتجاه به ايه اللي هو بيساوي مين باكتر من حاجة اما تقول لي معيار الف جتا زاوية أو. آلف ضرب قياسي. اللي احنا جبناه على معيار به اللي هو موجود. يبقى انا كده حلت المسألة. يبقى ثاني المركبة الجابرية. ممكن تقولي. معيار آلف. لانك بتجيب المركبة الجابرية لمين? لمتجهة آلف. يبقى معيار آلف جتاهي اللي احنا جبناها. هتقول لي أن هها زاوية. هقولك ممكن تستخدم الستين مرة والمئة وعشرين مرة. لان هي طلات بقيمتين. يبقى المركبة الجابرية كده فيه مركبتين جابريتين إضافة دي عليها نعم سيد سماهر يعني احنا الإجابة الأولى بتطلع 84 والتانية بتطلع سالب 84 اللي هو هنا الحصل الضرب اللي هو القياسي يبقى هنا الأولى ألف ضرب قياسي البيه بتساوي قولنا معيار ألف معيار بيه في جتة الزاوية طبعا جتة 60 بنص يبقى الإجابة بتطلع 84 وفي حالة ما تكون جتة 120 طبعا بسالب نص لكن احنا بناخد قياس الزاوية الصغرى بين المتجهات في حالة الضرب القياسي نيجي هنا بقى مسألة تانية بيقول لي هنا إيه إذا كان ألف يساوي ثلاثة في اتجاه سين زائد اتنين في اتجاه صغرى وبه بيساوي سين ناقص ثلاثة في اتجاه صغرى وجيم بتساوي سين زائد صغرى إثبت أنه عايز أولا ألف ضرب اتجاه بيه ضرب اتجاه جيم خد بالك دي عمرية دمج ألف ضرب اتجاه بيه ضرب اتجاه جيم يساوي جيم ضرب اتجاه بها ضرب اتجاه ألف عايز يثبت الكلام ده ألف ضرب اتجاه بها ضرب اتجاه جيم طيب نمشي واحدة واحدة الأول ألف بيساوي كام بيساوي تلاتة واتنين وبه بتساوي كام بتساوي واحد وسالة تلاتة وجيم بتساوي كام واحد وواحد انا كده جت كتبت الثلاث متجهات عندي عايزين الاول الف ضرب اتجاهي بيه هتساوي ايه هتساوي ثلاثة واثنين ضرب اتجاهي واحد وثالث ثلاثة الكلام ده كله بيطلع في اتجاه المتجه هيه اللي هو العمودي هيساوي كام بضرب طبعا زي ما قلنا الطرفين ثلاثة في ثالث ثلاثة ثالث تسعة ناقص واحد في اتنين في اتجاه المتجه هيه يعني يطلع كام سالب حضاشر في اتجاه المتجه هيه بس اخد بالك اننا ده انا عايز ضرب اتجاهي كمان في ايه لجيم والكلام ده يبقى ايه دي ما تنفعنيش بقول هنا الف وبه في اتجاه سين وصاد يبقى الف ضرب اتجاهي بيه عارفنا انه بيطلع في المتجه هيه اللي هو العمودي عليهم طب ارسم كده المتجهات بتاعتنا ده سين زي ما قلنا قبل كده وصاد وعين دي المجموعة اليمينية اللي احنا كنا قلنا عليها لما تيجي تضرب سين في صاد بيطلع في اتجاه مين المتجه عين يبقى الناتج ده كله هيسوي سالب حضاشر في اتجاه مين عين خد بالك انا كتبت عين لسبب ان انا هضرب الكلام ده كله زي ما هو قال لي في المسألة هو عايز بعد ما اضرب الف ضرب اتجاهي بيه اضرب الناتج ضرب اتجاهي جيم طيب واحدة واحدة يبقى هرجع اقول له تاني الف ضرب اتجاهي بيه ده كده كمتجه ضرب اتجاهي جيم هيسوي هيسوي ايه الف ضرب اتجاهي بيه اللي هو يسوي سالب حضاشر في اتجاه عين ضرب اتجاهي جيم هي جيم بكام عندي اهيه واحد في اتجاه سين خدت بالك زائد واحد في اتجاه صاد كتبتها كده ليه بقى ليه كتبت دي كده لان ده متجه في اتجاه واحد بس اللي هو عين لكن هنا مركبتين تانين بص بقى هعمل ازاي يسوي هضرب سالب حضاشر في واحد بيسوي سالب حضاشر وبعدين عين ضرب اتجاهي سين هكتبهم بص كده عين ضرب اتجاهي سين هقولك ليه دي الوقت وبعدين سالب حضاشر في واحد بسالب حضاشر وبعدين عين ضرب اتجاهي صاد تعال اشوف بقى كده هيسوي الكلام ده ايه عين ضرب اتجاهي سين عين ضرب اتجاهي سين تعال اشوفها من هنا هتطلع في اتجاه مين في اتجاه صاد اللي هو العمودة عليهم يبقى دي سالب حضاشر في اتجاه المتجاهي صاد طيب عين ضرب اتجاهي صاد عين ضرب اتجاهي صاد آه ده كده ماشي ايه مع قارب الساعة يبقى اتجاهي سالب هيطلع في اتجاهي مين مين العموده على عين موساد لو سين بس يطلع في عكس الاتجاه يبقى سالب سين يبقى هنا كده سالب 11 في اتجاه المتجاه سين انا كتبتها بالتفصيل يبقى سالب 11 طب سالب سالب يبقى ايه بقت موجة بيبقى الناتج ده كله بيطلع كام سالب سالب موجة بقت 11 في اتجاه سين ناقص 11 في اتجاه مين ساد ادي الطرف الايمن اللي هو ألف ضرب اتجاهي ب ضرب اتجاهي جيم شفنا طلع كام 11 في اتجاه سين نقص 11 في اتجاه الصاد نمسك الطرف الايسر اللي هو ايه جيم ضرب اتجاهي ب ضرب اتجاهي ألف تاني هكتب جيم بتساوي واحد وواحد وب بتساوي واحد وسالة ثلاثة وألف بتساوي الثلاثة واثنين انا عايز بقى جيم ضرب اتجاهي ب ضرب اتجاهي ألف لو انا بصيت للمنظر اللي قدامي ده كده في المسألة هلاقي فيه عملية دمج الدمج مين هو بين مين ومين بين به وألف او ما جيب به ضرب اتجاهي ألف الاول طيب هقوله به ضرب اتجاهي ألف هيساوي ادي به ودي ألف واحد وسالة ثلاثة ضرب اتجاهي ألف اللي هي ثلاثة واثنين اضرب كده طبعا ده كله يطلع في اتجاه مين المتجه عين لان ده به وسين وصاد يبقى يطلع في اتجاه المتجه عين العمودي واحد في اتنين باتنين وبعدين ناقص تلاتة في سالة تلاتة بسالب تسعة وفي هنا سالب بقت موجب تسعة في اتجاه عين يعني يطلع بيساوي كام 11 في اتجاه مين عين ادي به ضرب اتجاهي ألف انا عايز اضرب جيم ضرب اتجاهي الكلام ده فاقوله هنا كده جيم ضرب اتجاهي به ضرب اتجاهي ألف هيساوي جيم تكتب الاول كام واحد وواحد ضرب اتجاهي اللي به ضرب اتجاهي ألف هيساوي فيه او ضرب اتجاهي 11 في اتجاه مين عين الواحد ده في اتجاه مين سينات اكتبه كده برضه واحد في اتجاه سين زائد واحد في اتجاه صاد ضرب اتجاه 11 في اتجاه عين تعال اشوف بقى كده الضرب يتم ازاي هيساوي واحد في 11 ب11 طب بعدين سين ضرب اتجاه عين زي ما عملناه قبل كده زائد واحد في 11 ب11 وبعدين صاد ضرب اتجاه عين صاد ضرب اتجاه عين تعال اشوف كده واحدة واحدة هيطلع ازاي انا كتبتها بتساوي 11 وبعدين سين ضرب اتجاه عين زائد 11 صاد ضرب اتجاه عين هرسم لك تاني المتجهات المتعمدة او بنقول عليها المجموعة اليمينية ادي عين ادي صاد ودي سين ده اسمي ثابت لما اضرب سين ضرب اتجاه عين سين ضرب اتجاه عين يا طرى ده كده ماشي مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة طبعا ده كده عكس يبقى طلع ايه في اتجاه صاد بس السالب يبقى هنا 11 وبعدين في سالب صاد ماشي التانية صاد ضرب اتجاه عين صاد ضرب اتجاه عين ها ده كده دوران موجب او اتجاه عقارب الساعة يبقى يطلع في اتجاه سين يبقى زائد 11 في اتجاه مين سين يبقى الكلام ده كله بيساوي ايه 11 في اتجاه سين مجابة الكتب الاول بعدين هنا سالب 11 في اتجاه صاد بلاد اللي هو ايه مين الطرف الايصر الطرف الايمن اللي جبناه كان طلع ايه هورهولك اهو ادي الطرف الاول كان قدامنا ها كان 11 في اتجاه سين ناقص 11 في اتجاه صاد ناحية التانية او المطلوب التانية او الطرف الايصر طالعا كام اهو انا اجيب لك الاتنين جنب بعض 11 في اتجاه سين ناقص 11 في اتجاه صاد يبقى فعلا زي ما هو قاله اقوله اذا الف ضرب اتجاه ب كله ضرب اتجاه جيم هيساوي جيم ضرب اتجاه ب ضرب اتجاه ألف انا كده سببت له مطلوب طبعا مسألة كلها بتعتمد على المنتجات الوحدة المتعامدة ان لمضرب سين في صاد يطلع لي ايه سين ضرب اتجاه صاد يطلع عليه اتجاه عين عين لازم تمشي عكس عقرب الساعة اشان طلع لك الضرب ايه موجب في اتجاه الموجب اما لو مجيت عكس عقرب تمشي عكس عقرب الساعة لو مشيت ما عقرب الساعة هيطلع في الاتجاه السالب اضافة دي عليه الصめ يبدأ هنا واضحة المسألة كلها معتمدة على متجهات الوحدة اللي هي المجموعة سين وصاد وعين المجموعة اليمينية اللي هي مجموعة المتجهات الواحدة ودي بتكون مجموعة يومينية بأن حصل ضرب الاتجاه للسين ضرب اتجاه الصاد بيديني المتجه عين صاد ضرب اتجاه العين بيديني المتجه سين عين ضرب اتجاه السين بيديني المتجه الصاد ده بحالة ملف ضد حركة عقارب الساعة لو مشيت في اتجاه هنا حركة عقارب الساعة بعرف ان السين ضرب اتجاه العين بيديني سالب صاد عين ضرب اتجاه الصاد بيساوي سالب سين وبعدين صد ضرب اتجاهي لسين بيساوي سالمين لكن خلي بالنا دي حاصل ضرب اتجاهي لكن دي هنا لو قلنا هنا سين ضرب قياسي للصاد فواضح ان دول متجهين متعمدين والزاوية بينهم 90 درجة وسين ضرب قياسي للصاد خلي بالك بمعيار سين في معيار صاد في جتة الزاوية المحصورة بينهم معيار سين ده متجه واحدة معيار متجه الواحدة بواحد واحد في واحد بواحد في جتة 90 بصفر يبقى سين ضرب قياسي للصات بيديني سفر لكن لو قلت هنا سين ضرب اتجاه للصات فبقول متجه الواحدة العمودي بتاعهم اللي هو المتجع هنشوف فكرة تانية مع السوء زعاطف ونشوف الفكرة الجديدة بتقول ايه هنا بقى دخلي الضرب اتجاهي مع الضرب القياسي في نفس الوقت هنا بيقول لي برضو نفس المتجهات ألف بتلاتة واثنين وبهت واحد وسالب تلاتة وجيم واحد وواحد نفس المنتجات اللي هي هي اللي فاتت بيقول لي بقى هنا يوجد ألف ضرب اتجاهي به ضرب قياسي جيم خدت بالك وبعدين معيار ألف ضرب اتجاهي به ضرب اتجاهي جيم هتقول لي دي لسه جابنا من شوية هقول لك ماشي نجيب المعيار بتاع الاولى جيب ده ألف ضرب اتجاهي به احنا قولنا قبل كده بس نعملها تاني ألف ضرب اتجاهي به هنجبها من فوق مش هكتبها تاني ألف ضرب اتجاهي به يبقى تلاتة في سالب تلاتة في سالب تسعة وبعدين ناقص واحد في اتنين يبقى سالب اتنين كل ده في اتجاه عين يعني يطلع بيساوي سالب حداشر في اتجاه مين عين تعالى بقى اضرب الكلام ده ضرب قياسي جيم يبقى اقوله هنا كده الف ضرب اتجاهي بيه كل ده ضرب قياسي جيم يعني بيساوي سالب حداشر في اتجاه عين ضرب قياسي جيم جيم بتساوي كام اهي واحد وواحد لو انت بصت هنا الواحد ده في اتجاه سين والواحد ده في اتجاه صاب عين ضرب قياسي سين او صاب المتجهين اصلا متعامدين واحنا قلنا شرط التعامد ان الضرب القياسي بيطلع بكام بصفر يبقى الكلام ده كله يطلع بكام بصفر لان عين عمودي على كل من الف وبي هتقول لي ليه هقولك لان هنا الضرب القياسي بيستخدم معيار الف اللي هو سالف حداشر في معيار سين اللي هو واحد جت الزاوية اللي بينهم طب الزاوية اللي بينهم تسعين عشان اصلا عين وسين مالهم متعامدين وجت تسعين بكام بصفر يبقى المقدر كله بكام بصفر يبقى عندك هنا الف ضرب اتجاه به ضرب قياسي جيم يطلع بصفر على طول طبعا كمية قياسي لان ليه لاننا عندي الضرب القياسي او المتجهين المتعامدين بيستخدموا وجت معيار الاول ومعيار التاني وجت الزاوية اللي بينهم الزاوية اللي بينهم تسعين يبقى معيارها ايه جت بتاعتها بكام بصفر التاني يا باقي دي هو عايز معيار الف ضرب تجاه بيه ضرب تجاه جيم طب احنا جبنا الف ضرب اتجاه بيه ضرب اتجاه جيم اللي هو كان سالب 11 بيساوي موجب 11 في اتجاه سين سالب 11 في اتجاه صال يبقى المعيار بتاعنا معيار الف ضرب اتجاه بيه ضرب اتجاه جيم هيساوي الجزر التربيعي ل11 تربيع زائد 11 تربيع واحد يقول لي طب هو السالب ما التربيع يشيلها يبقى 121 و 121 يعني 121 في اتنين تطلع بتساوي 11 جزر اتنين ده اللي هو المعيار يبقى انا كده شفت ضرب قياسي ضرب اتجاهي ولما اضرب ضرب اتجاهي الف ضرب اتجاهي بيه وبعدين اروح ضرب تاني ضرب اتجاهي في منتجه تاني او هضرب الف ضرب اتجاهي وبعدين ضرب قياسي شفنا الكلام ده تطبيق على الضرب القياسي وضرب اتجاهي باستفادة عشان محدش يجي يقول احنا ما ليه ما قلناش المسائل دي وخاصة طبعا ان انت عندك الامتحان ممكن يجيب لك صورة اكمل والحاجات دي كلها موجودة في الكتاب واحنا عملنا لكم مسائل عشان محدش يقول احنا سيقسبنا حاجة او ما اتقناش حاجة او ما قلناش باستفادة في الحاجات اللي هي اللي عندك ده غير ان احنا هنقول بقى ان شاء الله برضو النهاردة مجموعة مسائل كتير جدا وبأفكار كتير وبأكتر من حل نشوف كده تاني مسألة بقى نبدأ فيه عزم قوة حول نقطة خلاص كده خلصنا بضرب القياسي والاتجاهي نخش بقى على عزم قوة حول نقطة اول مسألة بيقول لي ايه اذا كان متجع عزم القوة قاف اللي هي اتنين في اتجاه سين نقص ثلاثة في اتجاه صاد بالنسبة لنقطة به بيسوي 16 في اتجاه المتجعين اوجد معادلة خط عمل قاف ايه ده هي معادلة خط العمل بتحتاج مني ايه معادلة خط عمل قاف بتحتاج مني نقطة بيمر بيها وميل نقطة وميل طب فين النقطة والميل عزم القوة قاف بالنسبة للنقطة دي بيسوي ايه 16 طب هات العزم الاول والعزم بيسوي ايه وبعدين هنا خد بالك ده بيقول لي عزم القوة قاف بالنسبة للنقطة به يعني ما تدنيش نقطة على خط عمل قاف ما انت عشان تجيب معادلة خط العمل محتاج نقطة بتقع على خط عمل قاف وبعدين الميل طب انا ما عنديش او ما اعمل ايه واحدة واحدة كده ادي قاف بتساوي اتنين وسالة ثلاثة تؤثر زي ما بكتب دايما في نقطة ألف اللي هي كام نقطة ألف طبعا دي انا حر في اختيار النقطة لانها مجهولة نقطة ألف مجهولة يعني ما عرفش مكانها فين يعني معنى كده ممكن تختارها تحتوي على احداث سيني واحداث صادي وممكن تختارها تحتوي على احداث سيني فقط وممكن تختارها تحتوي على احداث صادي فقط يعني مثلا ممكن تختارها كان صفر وعدد او عدد وصفر او عدد وعدد بس طبعا انا بتكلم عدد كرمز يا ممكن اقولها ايه سين وصفر او صفر وصاد او سين وصاد ما هي كلها نقطة مجهولة ايه الموضع في المستوى انا عندي قاف بتأثر في اي نقطة من فانا هافترضها ايه سين وصفر هتقول لي ليه خدتها سين وصفر احنا قلنا الاول احنا حرين نختارها ايه لكن ليه اخترتها كده لانه مديني معطى واحد معلومة واحدة اللي هي ايه عزم القوة بالنسبة للنقطة دي بيساوه 16 اداني معلومة واحدة يبقى معنا كده اللازم يكون عندك مجهول واحد فما تدخلش نفسك بقى في متاهة وتختار نقطة تحتوي على احداثيين يبقى فيها مجهولين وانت عندك معلومة واحدة مش هتطلع معانك طيب نعمل ايه بقى الوقتي ادي قاف تؤثر في النقطة دي وبعدين رجع قال لي العزم حول بيه بيساوي 16 في اتجاه عين حيث بيه هو اللي قيل بتساوي كام واحد واربعة طيب انا عندي العزم حول بيه بيساوي ايه بيه الف ضرب اتجاهي قاف حيث بيه الف زي ما بنكتب دايما بتساوي الف ناقص بيه الف بيه كام سين وصف بيه بيه كام واحد واربعة يبقى ديها تساوي سين ناقص واحد وصفر ناقص اربعة بقى سلب اربعة عوض هنا يبقى هقول له بدل به الف هحط المتجه ده سين ناقص واحد وصفر ناقص واحد ضرب اتجاهي قاف اللي هي اتنين وصفر ناقص ثلاثة كل دا بيساوي كام 16 في اتجاه المتجه عين بس ناخد ايه القياس الجابري اضرب بقى سالب ثلاثة هنا في سين ناقص واحد يبقى سالب ثلاثة سين او سالب ثلاثة سين كده زائد ثلاثة وبعدين سالب اتنين في سالب اربعة بموجب تمانية كل دا بيساوي كام 16 سالب ثلاثة سين هنا ثلاثة زائد تمانية 11 تروحنا حتى نتطرح بقت كام 16 ناقص 11 5 ايه اسم يبقى سين بتساوي سالب خمسة على ثلاثة يبقى معنى كده ان نقطة القوة قاف بتؤثر في نقطة الف اللي هي كام سالب خمسة على ثلاثة وصفر يبقى هنا اقول له ناقص حاصل ضرب الطرفين حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين ما هو اننا ضربت السالب اتنين في سالب اربعة بموجب تمانية موجب تمانية موجب تمانية وموجب تلاثة يديني 11 تروح هناك بقى 16 بقى خمسة يبقى احنا عندنا كده قاف هتساوي اتنين وسالب تلاثة وبعدين تؤثر في الف اللي هي كام جبناها سالب خمسة على ثلاثة وصفر طيب انا عايز بقى الوقتي خط عمل قاف عشان اجيب خط عمل قاف هقول له بقى ميل متجه القوة قاف هيساوي الصد على سين سالب ثلاثة على كام اتنين موجب دكة متجه طيب سالب ثلاثة على اتنين ادي الميل ودي النقطة معادلة خط العمل هي صاد ناقص صد واحد على سين ناقص سين واحد بيساوي الميل اذا مين سين واحد وصاد واحد اللي هم النقطة ده يبقى صاد ناقص صفر على سين ناقص سالب خمسة على ثلاثة يبقى موجب خمسة على ثلاثة بيساوي سالب ثلاثة على اتنين اضرب طرفين وسطين اتنين صاد هيساوي سالب ثلاثة في سين بيسالب ثلاثة سين وبعدين سالب في موجب بسالب تلاتة تروح مع تلاتة بقت كام خمسة هدخل دي جوه بقت تلاتة سين زائد اتنين صاد زائد خمسة تسوي صفر هي دي معادلة خط عمل القوة قاف يبقى انت كده شفت مسألة فكرتها يعني انا من وجهة نظر ان هي ايه فكرة جميلة جدا بحيث ان هي مديك قوة وبعدين ما قليش نقطة تأثيرها فين ودي لوحدها مشكلة لان فيه فكر كتير قوي قوي يقول لي ايه اه بتأثر في نقطة اسمها الف خلاص كاف ولام او لم وميم انت كده دخلت نفسك فمتاه ليه مهي خط عمل قوة قاف متجه قوة قاف بيمر بنقطة كتير جدا من ضمنها النقطة اللي ساعتك بتقولها دي للم وميم او كاف ونون او اي حاجة او سين وصاد ومن ضمن النقط برضو بتمر بنقطة اسمها سين وصفر وبتمر برضو بصفر وصاد كل دي نقطة خط عمل قاف بيمر بيها ليه لانه ما بيوازيش ولسين ولا بيوازي صاد فهمت ازاي فانت عشان تبعد عن متاهة دي قول ان خط عمل قاف وخاصة انه مديني هنا معلومة واحدة اللي هي ايه متجه عزم القوة قاف حول نقطة بيساوي 16 بس دي معلومة واحدة معلومة واحدة يبقى تفرض مجهول واحد اللي هو مين هتقول خط عمل قاف يمر بالنقطة كزا اليسين وصفر او صفر وصاد زي ما يعجبك وعلى فكرة تطلع هي هي يعني لو انت جبت هنا بتمر صفر وصاد تطلع نفس معدلة خط العمل هي هي بس النقطة طبعا تختلف هنا سالب خمسة على ثلاثة وصفر التاني ممكن تبقى حاجة تانية خالص لكن لما اجيب خط عمل قاف هيطلع نفس المعادلة هي هي يبقى انت عندك كده خط مستقيم بيمر بعدد لا نهاء من النقطة من ضمنها النقطة مين سين وصفر اللي احنا فرضنا اي اضافة عليها نشوف بقى مساءل تانية ادي مسألة كمان بيقول لي تؤثر القوة مجموعة من القوة قاف واحد اتنين في اتجاه سين زائد ثلاثة في اتجاه صاد وقاف اتنين سالب سين زائد صاد وقاف ثلاثة سين ناقص ثلاثة صاد في النقطة خدت بالك مجموعة من القوة تؤثر في نقطة واحدة هتقول لي بتركز علي ايه اللي قوي دي هقول لك لان مجموعة من القوة بتأثر في نقطة يبقى ساعة ما نجيب العزم بتاعهم هروح اعمل ايه نجمعهم اطلع المحصلة بتاعتهم وبعدين هتعامل مع المحصلة كقوة وحيدة بتعمل عمل قوة الثلاثة وتمر في نقطة آلف وتعامل معاها هي بس لكن بص بقى المفاجأة بيقول لي ايه اسبت ان مجموع عزوم هذه القوة بالنسبة للنقطة بيه يساوي عزم المحصلة بالنسبة للنقطة بيه ايه دا خد بالك انه جاب النظرية لان انا كنت لسه هقول لك الوقتي ايه اه لان عندي نظرية بتقول مجموع عزوم القوة حول اي نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة هو سبق وقال لي لا انا عايزك تثبتها لي تقوم تعمل ايه ساعتك بقى انت عندك كم قوة تلت قوة بيأثروا في نقطة واحدة تقوم تجيب مجموع عزوم الثلاث قوة يعني اجيب عزم القوة الاولى لوحده عزم القوة التنة وحدها عزم القوة التلتة لوحدها واجمع العزوم ادي خطوة شوف يطلع مقدار ارجع اعمل الكلام ان انا قلته اللي هو ايه اجمع القوة الثلاثة بتوعي جبت المحصلة اتعامل معها كأنها هي قوة وحيدة بتأثر في نقطة الف وبعد كده ايه اجيب عزمها هيطلع هو نفس المطلوب طيب بصرعة كده نشوف نجيب الاول المطلوب الاولاني انا عندي قاف قاف واحد اتنين وثلاثة بتأثر في الف اللي هي كام واحد وثلاثة انا عايز العزم حول به اللي هي بتساوي سالب اتنين وتسعة هقول له هنا العزم حول به بيساوي به الف ضرب اتجاه قاف به الف بتساوي الف ناقص به الف ناقص به واحد ناقص اتنين يبقى سالب واحد وثلاثة ناقص ثلاثة بكام صفر عوض كده يبقى سالب واحد وصفر ضرب اتجاه قاف اللي هي اتنين وثلاثة يساوي سالب واحد في ثلاثة بسالب ثلاثة وصفر في اتنين بصفر ادي سالب ثلاثة في اتجاه عين بنفس الفكرة كده هجيب عزم القوة التانية والقوة التالتة وبعدين ارجع جمع واجيب المحصلة لكن المسألة دي مش هنسيبها للوقت للأسف الوقت دهيمنا كده بسرعة فهنعيدها مرة تانية في حلقة تانية بإذن الله وأنا هسيبها لكم على فكرة هسيبها لكم تدريب حلوها لحد من تقابل إن شاء الله في حلقة تانية أعزائي الطلبة طبعا شفنا فكرة المسألة دي طبعا هو هيجيب العزوم بالنسبة للقوة الأولى والقوة التانية والقوة التالتة وبعدين يجيب محصلة القوة التلاتة ويجيب عزمهم بالنسبة لنقطة بي هيلاقي نفس الناتج يبقى هنا مجموعة زوم القوة حول نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة وعشان يجيب طول العمود بيجيب هنا معيار العزم على معيار محصلة القوة بيجيب بعض النقطة عن القوة طبعا هنا شفنا مجموعة كبيرة من الأفكار ونشكر أستاذ عاطف على الحلقة دي وإلى اللقاء في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته